اشتركوا في القناة وعندنا شوية وعندنا شوية وعندنا شوية وعندنا شوية وعندنا شوية وعندنا شوية ده نتيجت ايه؟ انه في حصل يا سنبساتك لكن مشهولة الموضوع كله المشكلة هتوعد قد ايه؟ ما احنا عرفنا ان حصل ان الولد ده تشل وانا تبطوله فرطوميا كل مني هيفضل قعد كده قد ايه؟ هيفضل قعد قد كده تقريبا من الثلاث الى تسع اسابيع من ثلاثة الى ثلاثة الى ثلاثة اربعة لغاية تسع اسابيع بيفضل لحالته بتحسن ولا بيحرك صباعه ولا بيحرك عينيه وهو بس سانع كل حاجة حواليه وشايف ونورمال منتاليتي. خدوا بالكم. والولد ده نورمال منتاليتي. وبعد الاسابيع دي. بعد الاربع اسابيع دول يحصل له تاني امبروفمنت بقى جراديوال من تحت الفوق. يعني رجلي تتحسن الاول. ولا يحصل له امبروفمنت من فوق تحت. تتوقعوا بان مينار بس تتحسن الاول. لا. يعني البال بيتحسن الاول وتدي اول حاجه يعملها يباربش بعنيه ويتكلم. وبعدين يتدي يبلع. وبعدين يتدي النفس. لان دولة لما الاندبويد بتقل اكتر حاجه بتفوق. واسرع ناس يبنوا نفسهم. وصيارين المايلين يغطيهم بسرعة. الطوال المايلين عشان يغطيهم هياخد وقت طويل. So the improvement is in a descending manner. ارجوكوا يا جماعة فكروا صح. المايلين بنرفق صيار هيخلصوا كله في يومين. So نقرأ complete recovery overview several weeks. اكتب كده. in descending manner. دي اهم كلمة مش مكتوبة ماشاء الله. recovery شكله ايه? descending. يعني ايه ليه تحسن الاول. my bulg, my respiration, then my hand, then my abdomen . يبقى اخر حاجه الوقت اللي يعملها السؤال شافه مهم انه هيمشي. اخر حاجه يبقى descending manner. ليه? النيرف القصير. يقدر يغطي نفسه بسرعة. النيرف الصياتيك عشان يوصل نفسه ويبني نفسه من كاني محتاج وقت طويل جدا. للأسف بعض الحالات بزاد في الكبار. لان الجليان بريد بيجي في الناس الكبار. يعني كنت تعرف وطلعت ذاكريه كما قصيرت بالجليان بريس سندروم. فبالأسف في الناس الكبار ممكن يقعد سنة سنتين. في الى long time. فممكن يبقى ريكرنا. يعني ممكن يبقى يبقى يبقى. يعني ممكن يخف ويجي يخف ويجي. ويقعد فترات طويلة. ده مور في السن الكلمة. نقرأ. كليان بريد بتشخص بالحالة لما تجيل الام وتقول لي انا كيفني كان عنده براليس في رجلية ودلوقتي قدي ضعيفة. Ascending symmetrical with hypotonia is glian bery. Ascending symmetrical with hypotonia I'm reflexion. لا يوسوي في الطب الا جليان بريد. ما لقيناش حاجة تانية بتعمل المنظر ال Ascending symmetrical تعمل. فهو بتشخص clinical. واللي بنعمل investigation دي ما بنعملهاش. وعمرانا محتاجنا لها. قال ايه? ادخل ال CSF هنا كده. او ملاقي CSF مليان بروتين. الواحد يقول لي ليه مليان بروتين. من ال D mylation. الله هم انتم مش ععفين ان داخل جوه ال nervous كده. فال myelin اللي بيدوب من ال nervous بينزل جوه CSF. ينزل. فهي البروتين كتير. هل فيه السيلز؟ لا. ما فيه السيلز. هل فيه انفسوية كتيرة او بوليمورفي زي المنينجايتس. زمان كنا متعاولين من CSF لازم اراقي فيه بروتين كتيرة وسيلز كتيرة تبقى جبكتيريا المنينجايتس. فاول مرة سحبه CSF في جليان بريد. لقوا البروتين كتير والسيلز ايه؟ نورمال قالوا من ده. يعني السيلز. يعني بروتين دوسوشيشن. مع معنى سيتوالبومينيس دوسوشيشن. يعني الاول مرة نلاقي بروتين مزاود سيلز. لان احنا متعاولين البروتين الكتير مع الخلايا الكتير في المنينجايتس. سيتوالبومينيس دوسوشيشن كلمة لا معنى لها. ملهاش قيمة. معناها وجود بروتين من غير خلايا. من غير يعني اليمفوسايتس والكوليمورف. لان احنا زمان كنا متعاولين ان CSF بندقي دايما بروتين كتير واليمفوسايتس معاها او كوليمورف. هو واحد يعمل ده. لا طبعا الجليان بريد متشخص كده بالنظر. بالكلمة البكتر. لا فيه طريقة تانية احلى بكتير. حط الزلك هنا. الابترود هنا والابترود هنا. احقن كهربا عشرة ميلي امبير. المفروض الكهربا دي تنزل بنفس القوة عشرة ميلي امبير بسرعة معينة وتوصلي في اخر النظر نحية تانية. ده تستي اسمه نيرف وعلى فاكرة اي انسان فيكو معروف لو انا حطت الالكترود هنا وحطت 15 ميلي امبير على فاكرة مش كهربا جاند ما تخافش. واستقبلتهم هنا يطلعوا 15 زي ما هم بعد جزء من 10 من السنة. ده اسمه نيرف يعني قوة التوصيل. اعتقد هنا التوصيل هيبقى ضعيف جدا وهيبقى دليل جدا. عشان كده هي حاجة مهمة جدا اكتب نيرف كونتوكشن فيلسطي. مكتوبها؟ ده بكويس ها ده هو اكتبها بعمجي يا جماعة ده انفستيكيشن هو ده انفستيكيشن تاهمي. مكتوب اي امجي ينهارسوا ينهارسوا. اي امجي ده ده راسمه عضلة ها بحط سلكتين كده وكده هو عضلة ده اسمه EMG لكن نيرفو كوندكشن بحط الالكتروض هنا كده والالكتروض تحت واشوف النيرفو يكوندكت او لا طبعا ده نكو نيرفو كوندكشن كيلوسي ما اسمهاش EMG يعني CT بتوريني MRR ينفع قولي CT اتوين شو MRR وهو ده اللي مكتوب عندي الـ EMG هتوريني برضو البتن لكن مين الافضل في الـ نيرفو كوندكشن 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 دي مالينيشن الفات هيدوك والبروتين هيدوك حد عارف علاج الاوتومينزيز ايه؟ يا جماعة مش فيه انتبوتزي نعمل لها بلازمة فاريسيز مش فيه فاكوسايتس اشغلها حط في بقها ايه؟ انترافينيس المينوغلوبين انتو كلكم عارفين ان الفاكوسايتس اللي رايك هتعمل دي مالينيشن ممكن اشغلها بل بلازمة فاريسيز تورنوف ده انتبودي او انترافينيس المينوغلوبين عشان اشغل الفاكوسايتس انتو كلكم عارفين يعني ايه اشغل الفاكوسايتس صراحة العين ده لازم يتحط على ايه؟ على الـ وعمله علاج قبيلي لانه هفضل وعمله شوية نفس الكلام لو فشلنا بنعمل بلازمة فاريسيز عشان نشيل لكن دايما ببدأ في اي في اي جي انا قلت يا جماعة اي في اي جي هي البداية اللي بيسر انا ببدأ بال اي في اي جي فشلنا نعمل غسيل للبلازمة العينيان مشلول يتعامل عليه وجهاز التنفس الصناعي تحط على الميكانيكة البنتج وشتبع الصفحة اللي بعدها بوليو اه ده اي كيو الجيليان بريه اي كيو طبعا انا ايه؟ الجيليان بريه انا قلت الحكتة اللي فوق شفوي والجيليان بريه هو اللي بيجي اي كيو بوليو معارج عطسة صعب بوليو وشتبع الصفحة كلها دق الملايين ايه ملايين أقلوك على حدا خبر في حدا لك اي مرض ايميون في البرين اي مرض ايميون في البرين حط اي في اي جي رقم واحد لو تسألت مونش إذا فيلت ستريسي بآي دو عيشي حتى يعرف يعني إيه بوليو مائلاتيس؟ بس أنا عايز أقول لكم التسمية وأمشي وسلصفكم يعني إيه بوليو؟ يعني إيه بوليو؟ ومايل وآيتس مائل إيه يعني سباينال كور؟ آيتس؟ بوليو كله؟ حلو جدا، بس يا سيك إنتوا عارفين إن بوليو بيجي عن أنتير إيه؟ عن أنتير الهورن ولا بستير الهورن؟ بيجي عن أنتير الهورن؟ طيب إيه رايك بقى للأنتير الهورن؟ من نواية متر ولا جري متر؟ بلاك متر الأنتير الهورن؟ مش أنتم عافيني إن المخينة من بره جري متر ومن جوه؟ واللي اسبالنا الكرد بالعاكس من بره وواية متر ومن جوه جري متر؟ الجري متر باللاتين اسمها بوليو ليكو يعني أبيض باللاتيني بوليو يعني جري متر فقال لها ده inflammation itis of the spinal cord inside the gray matter يبقى بوليو ده يعني جري متر ما يلي يعني ذات of the spinal cord inflammation of the gray matter of the spinal cord أنا بس بشوك بتعافيني التسمية ولا لا؟ وديف ديه وانتبشي خط البوليو وعلي 19 مرات؟ بوليو معنى جري ميلي يعني قال لك ده الفيروس اللي بيعمل وفيه أحلى من كده تسمية ده أحسن تسمية ده اختصر الدرس كله اللي احنا مش عايزينه بس يسمى الصفحة اللي بعدها شطوة؟ أنا بس عايزة بتعافي تسمية اختصر باش خرق يلا progressive motor weakness كيف تشافوا ايه؟ الجوزس الاثيولوجي بس اللي شافوا progressive motor weakness احنا مرس يا الله انا علمتكم كلمة زي ما ان قلتلكم ولو عندك اي مرض اديوت هتقول لي انفكشن انفلميشن أو تروما صح؟ حادثة في العربية. دي تعمل لكن لو اقولك تبقى دايما نفكر في حاجة بس فالو تلك كل اسباب انسان بتشل بالتدريك على مدار شهرين ثلاثة. شهرين ثلاثة بيضعف بيضعف بيضعف. لا يمكن اقول ولا يمكن ابدا نقول ان ده لكن دايما انا فكر جا تيومر جا تيجينيريشن. وبكل بساطة بقى قل حطيلي تيومر و تيجينيريشن في كل حد. البريم قل لي تيومر و ديجينيريشن. في الاسباينال كورد او حواليه او ديجينيريشن في الاسباينال كورد. ما حدش فيها ييجي يقولي في البريفنا النار. تيومر يعني انا نارضي بزبط اللي فعلت في تيومر. تيومر فيقول ان الدكتور يطلع من الجسم مع بعضها واحد فقول لي تيجينيريشن. ما انتو عادفين اسمه هرديتر يموتر ان سنسوري هل في تيومر بيطلع في النيوروماسفروجنشن؟ طبعا دي نقطة لكن ممكن يكون فيه ايوه ما هو ديجينيريشن يا كريبس ده عبارة عن دامج و ديجينيريشن في النيوروماسفروجنش. العضلة. عضلات جسم كلها يطلع فيها تيومر؟ لا. يبقى هتكلم عن ديجينيريشن اسمه المصد ديستور. اه انت فهمتنا كده ان لو هنا. وا 같ة یومر و ديجينيريشن. ولو هنا تتكلم في ديجينيريشن بس. قولوا تاني البرين ممكن نلاقي في البرين ديجينيريشن أو ديومر او. ممكن في الفيلمل كورد نلاقي. تيومر في الفيلمل كورد او حواليه او بيحصل فيه ديجينيريشن في ديجينيريشن في نيروماسفروجنشن في العضل معايسينية جريبس في العضلاتikum ع特 WDW. نقرأ مرة في البرين او سيست ماشي ديجنريشن يا تيومر هو يا حاجة حاوليه تضغط عليه زي البوتس تي بي وبيعمل قد أبسس يدوس على الاسباين الكورد او ديجنريشن في الاسباين الكورد احنا عارفين الديجنريشن في البريفرا نارف اسمه والنيورو المسكرة عارفيني ازاي ده يتآكل بالميسين يا جريبس والمسلز بيحصل فيها الستوري وانتو زكتتو كده حاجة يا عم بقولك في البرين والسباين الكورد ده السكة من اولها تيومر وتحت خليك في الريتري موتور سنسوري نيروباسي مايسينيا جريبس مسل بيسل سؤال شافة وياحد ممكن يتسائل السطرين اللي جايين تفرق ازاي بين الاسباب دول والاسباب دول مش ده شلل وده شلل مش دي ابر موتور نيرون لما تتقطع بالتدريج هيبقى عندي هايبرفليكسيا وهايبرطونيا ودي لما تتقطع بالتدريج هيبقى عندي هايبرطونيا وهايبرفليكسيا وده كلامي ده سؤال شافوي اكتب كده افرق بينهم ازاي هايبرطونيا وهايبرفليكسيا وهايبرفليكسيا هايبرفليكسيا ده كلامي يبتدي لي مرة واحدة كده كيف قالك طب عندك حاجة عاملة هيبتدي تفتكر هي في البيين او الاسباينال كورد افرق ازاي من حاجة في البيين وحاجة في الاسباينال كورد كلمتين يقولهم ان تحتياطي هو واحد بس تقوله اسموين البيين دايما بيديني اعراض البيين واي حاجة من دول قلو بقى معها معها اعراض اي حاجة براين اقول له CCIR مش معانا ولا ايه في البلد اقول له اي حاجة من دول لكن في الاسباينالكورد غالباً اتدامج بين اواخد الـ lower limb وتلاقي الـ upper limb سليم دايماً لو انتم عندهم مشكلة في الاسباينالكورد هنا كده هتلاقي بلادر بايزر الـ lower limb بويس بس تلاقي الـ upper limb كويس وتلاقي الراس كويس فغالباً بتبقى المشكلة في الاسباينالكورد بلادر والـ lower limb علموني كده على ديارجنوزيس في السرابل مبالجن ويكتبه وكومع اوه مفتيوم السي سي سي آر في الاسباينالكورد غالباً هتلاقي الـ lower limb هاتلاقي مشكلة في الـ اذا لو الدكتورس قالني افرق ازاي بين حاجة في الاسباينالكورد وحاجة في الـ الاسباينالكورد حق يبقى دايماً في الـ lower limb ومش في الـ upper limb باية الصفحة تشتوب عليها وتقلقها لأنه دائما دائما حاجة هتبدلتك حتى اللي باحث أمراض الاسبانالكورد بلها من أول دورس دورس المتلس اوه على حد يفكر أن يبعد حاجة ليها قيم السنين خالص اسمع شراية التسجيلات السنة اللي فاتت واللي قابلها تلاقي كل الحاجات دي ملغية ناً؟ فمش بقى الغي إلى كنت idée هم بقى الغي لا الحاجات دي بقال تليها عشر سنين بكا غي ما هناك محدش لو راح يسلم لسيتا قاية الأسم الي حجان دى حصل سنة الفراغ بسنة الفراغ واحد راح كده كتب بتسنة الحاجات اللي ملغية الحاجات دي تلاقي ممكن للغيها لنا. هو رأى وكتابه لأ كان الايكيو رهيب. كان الايكيو رهيب في سنة الفرق عمله فيه عمال رهيبة. ورأة فيها الحاجات اللي أنا لغيتها يا دكتور عايزيني نلغي لها. بس لهم اتلاقوا في الدرس. والله ده حصل. الايكيو كان رهيب. لكن رئيس الاسم ماقف. والطالب واقف يقول لسي كثيرة انتو رجابل تخلطة منظرة على الفضل انتو كده كده مش هتعملو لنا حاجة في داخل. وطبعا سيناتها رجع الدفع تحرمت في الثرمي بالمناسبة اللي بساله على الغياب انت لو بتحضر من الحاجات اللي عليك مش هتتحضر. اما بقى الناس اللي بقول لأ انا روحت مرتين من ساعة من رامة فجأة انت طبعا الانسان ريسكي جدا. ايكيو. ايكيو. واضح ان الشمطة فيها ايكيوز كتيرة لكن في ميننجايتس. في ايكيو متوقع. فالانسان الضايع اللي مش عارف يلم نفسه خالص وداخل يوم الامتحان يذاكر الميننجايتس. اما الناس الشاطرين هيذاكروا الميننجايتس وشوية الايكيوز يعدوا عليك. واتس دوشين مسل ديستروفين. احنا سمعنا عنه في شابتر الجينيتكس. الناس بخليكي معايا يا ربنا اكريد. نفسي لفة كده واي وقت. مش هتوحاشك دي معك طول اليوم لكن انا معك ساعتين بس. الدوشين مسل ديستروفين. هو عبارة عن ديجينريشن في المسل بسبب جين اسمه ديستروفين. موجود على الاكس كروموزومي. البنت عندها تعمل اكس. مين؟ فعندها مصط نعيم. بيتطلعوا البروتين ده اللي اسمه ايه؟ ديستروفين. البروتين ده هو المفتاح بتاع السيرفس بتاع المسل السل. يا نهار ربي. المفتاح اللي بيسمح بدخول الكالسيوم. يعني هو ده المفتاح اللي بيسمح بدخول حاجة اسمها الكالسيوم. لو أب نورمال يدخل كالسيوم كتير قوي فالعضلة تتحرقه. طب يا دكتور البنت عندها اتنين. لو واحد بايز مفيش مشكلة تاني. هينتج شوية ديستروفين يكنترول. لكن يا دكتور لو بعثت لبناء الدستروفين البايز. هو اكس ايه؟ وار. عنده المصنع كله عطلاء. عنده اب نورمال دستروفين او مفيش دستروفين خالص. الكالسيوم يجري يخش لايه؟ المصل. يعمل لها دامج. ويا اما الدامج ده ينتهي بفايبروزيس. زي الحيطة اللي انت شايفينها دي. في البيارسي. يعمل ينتهي بفاتي بكميات كبيرة. وده اللي في ساعات يخل العضلة كبيرة على الفاضي. سودو وليس هايبرتروفين. بعض العضلات بيخسر فيها فاتي. مش عارفين ليه؟ وبعض العضلات بيبقى فايبروز تشوف اتلاقيها بقى الضامرة جدا 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 جدا. يبقى اتنائل من الام. يعني لقيه في الحامل. مش فاهم. تمام؟ تسأل اسكيو فيه؟ اللي اتدور عليها فعالت الام وهو اللي فعالت الام. يا جماعة الامراض اللي اتدور عليها فعالت الام. على فكرة انا بحكي لكم قصص حديقين الواقع. والله 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 وحية عناي الكلام ده حصل. انا واحد صاحبي بيقول لي ابني مشيته غريبة شوية. عنده كم سنة؟ عنده ثلاث سنين. وهو كبير برضو بقتلوع السلم عنده صعب. بس الولد ما شاء الله الله اكبر. صحيته حلو. قلت له يعني عرفت ازاي ان صحيته حلو. ما شاء الله. قول لي لا لا لا. وانا بدينه شاور عضلاته كبير. هيا يا سويد. مش عارف يطلع السلم وعضلاته كبيرة. قلت له لا معيش. مانتو. ليه يا اخوات. قال لي انت بركز معي. وانسحك. ايه مانتو ليه يا اخوات. بقول لي مانتو ليها اخوات ولاد. انا اول ما قال لي عضلاته كبيرة. والولد مش عارف يطلع السلم. انا فكرت في الدوشين. فعلى طول قلت له مانتو ليها اخوات ولاد. قال لي كان ليها اخ ولد. بس مات هو عنده تسع عتشرة سنة. قلت له مات ايه؟ قال لي مات مش نور. قلت له انا هرب يلا. قلت له اروح حل للتحليل ده. وقطعت صلة زبين. انا انا عارف انه. فعلا بعد اسبوعين قال لي عيالي الاثنين طلعوا دوشين مصر بسنة. ودوشين ده فيتة الديزيز ملوش حل. لينوت عينين مصر بسنة. يعني لازم تجهز الفربي دلوقتي. يعني هلو. بصف ايه وعزني. ايه لانتو سندروم. والله عظم القصة دي حصل لفا انا مش نسيها. العيالين طلعوا دوشين. اربوك لما هتجوز واحدة من ضمن الحاجات المهمة الطيب. لازم يكون لي اخوات ولاد. يكونوا هلسي. اتزا مصر كامل مصر في فعنا اقرأس اطرين دول. اكس لينكت ريسيسر. في واحد بيسألني يعني ايه اكس بي تونتي وان. عادي عرف سعيد اولا بحد قال لي يعني اكس بي تونتي وان. يعني ايه بي تونتي وان. اكس بي لونج أرم ولا كيو فور شورت أرم يبقى دي بي معناها لونج أرم. اكتب كده عالبيدي معناها لونج أرم. طب وان 21. اكس كرموزوم 21 احنا عالا اكس. ينهار اسوين. ينهار اسوين. ينهار اسوين. احنا عالا اكس كرموزوم. اتش كرموزوم نامد ارياس الارياس دي ستاندرد يعني الكرموزوم حقيقي لما تتبره تلاقي فيه مناطق سهلة الكسر وبالتالي الكرموزوم ممكن تلاقي فيه حتة دياء جدا وحتة توسعة جدا المهمة يعني الارياس ديليها ارقام نمبر وان نمبر طون نمبر ثلين نمبر توينتهن على الكروموزوم دي ايه ليه تجد؟ انه انا هحط حاجة زي كده انه الكروموزوم عليه مناطب حاجة اسمها سهلة الكسر واحنا مرقمينهم عشان الاماكن دي اكي انها لند مارك انت معلق طريق شجر معين فيه طب الطريق بتعلمه بشجر والكروموزوم بتعلم بتعلم بالمناطق سهلة الكسر فXP21 يعني المنطقة رقم 21 اتضيق اتضيق انت واحد ايه؟ ايه ده هبل انا بدأت اخرج وده هبل يشترح زي الاندرجراج 21 على الاكس كروموزوم في اللونج ارم استفدت انت ايه دلوقتي؟ ما قولك الديستروفين شين وخلاص؟ اسمي الله اللي اعمل وقت المهم يعني نقرأ خلاص الكلام ويش بنتين هو بنتين الانتجريت ازاي يعني؟ هو الديستروفين ده اللي محافظة على الممرين لا لا فأس هو كل الحكاية بيمنع دخول الكالسيام الزيادة لو الكالسيام داخل الزيادة جوه العضلة بيحصل لها يؤدي الى لانه فالعضلات وكل فايبر هتموت في وقتها طبعا العضلات لما بيتموت بيحصل لها نقرأ وبعدين وبعدين والدستركشن ده هيبقى حاجة من اتنين يا اما اتروفي يا اما الفاتر يا اما كف اشهر حيتتين بتلاقيهم مكلبزين اوي في العيادة الديلتويد والكفر فلما سألتوا بيقول لي اه فعلا لا السمانة بتاعته جميلة وهو بيقول لي السمانة بتاعة انا ما زلت فاكر المنظر ده والكلام ده كان تقريما من خمسشهر سنة بيقول لي السمانة بتاعته حينا بقى ده صح؟ انا عايز اروح اوريكوا الاول هنركز اوه في الستوري دي هو رغم ان الموضوع هو راسي لكن العضلات بتاعتنا تستحمل كتير انت بيجيلك تمزق في العضلة وترجع تاني والعضلة تهوز وترجع تاني يعني العضلة مش هيتزهر عليها الاعراض في ساعة الولادة رغم ان لكن لكن في المسل بيبانى على سنة خمس سنين وبيبانى في العضلات اللي شهاي لك اكتر اللي هي البروكسيما المسل تحت الكاف الابدومن الباك ما يبانش على العضلات الصغيرة تعالوا نبصوا على الاطفال اللي عندهم جشين وناخد تايم لاين لحياتهم نبدأ حياتهم من الاول كان البدء ازاي طبيعي خالص ولا يبان عليه حالي في الابري مانصر ابري تفلس بزوش 8 شهور ولا حاجة خمس وبيحبي 8 شهور بيحبي ده زي الخل يحكم بس بعدك هايبان ان هو امريك مارفن بيقع بسهولة اسمها كلامزي جيت 3 سنين تبقى تظهر عليهم مشاكل تآكل العضلات في البروكسيما المسلز اللي بنساعدهم انه يقوم 3 سنين مش عاك في يقوم عنده مشكلة ان هو يقوم ازاي مش هيضى يقوم فيطر يلف في كده وبيتر يحاول يقف بطريقة غريبة جدا انه بيسنت على رجله عشان يقف ياه وبيتر بطريقة وبعدين هو مش قادر يطلع السلم اربع سنين بيشد عشان يقدر لان عنده من مشاكل في الكوادرس ومسلز خلينا مركزين اكتر خد بالك لسكابرة ظاهرة اوه في ظاهر الماض وبيتر في ست سيئر المشي نفسه بقصعب ده عنده مشي ماشية البطة وادلينجيت نتيجة ان فيه جامل جدا في البلفس فالبلفس مش متسبت في الترانك ماشية البطة دي عارفانه؟ انزيس وادلينجيت ورجيت تقع يرفعها تقع يرفعها تقع اللي كل ما يرفعها تقع بيبقى ضعف كتير جدا من زميله قدرته على المشي اقال منهم بكتير جدا بص في فرق جامل جدا بين الهيلسي والانهيلسي رجليه وقع الوادلينجيت ماشية البطة بص في عمالة رقص يمين وشمال لانه مفيش بلبس متسبت في الترانك بساكروس بايناليس كويسة كنروكوا عايفين الساكروس بايناليس الويستنج باين هنا والفايبروزس واضح جدا بصوا البكتيرايز بصوا البايسيكس والترايسيبس تشوف عشان يؤمن على الكرسي محتاج يسند ازاي؟ لان عضلات البايك والباتوكس ضيعة بص الوادلينجيت بص التيك توب وزوشان ورنجيل اللي وقع بص الوادلينجيت الماشية دي خد بالك من الجاورساين جاورساين ان انا عايز اؤمن على الارض فمش عارف فبتسلق بايدايا على رجليا عشان اقدره ورغم كل ده فيه كف مصر كبير بص الجاورساين دحفة جاورساين واضحة جدا كايني بتسلق عالجسني عشان اجرب سوك بالك ان الكورساين والبروغريس اكتر واكتر لانه الوادلينجيت بيزيد والمسل بيزيد والهايبرتلفي بيزيد برضو في الكاف مصلز الكاف مصلز كبيرة ووضح جدا ان الولاد ده لان يعدي عشر سنين هتكون العضلات بتاعكم مش شايلان فان كده هنلاقيه بعد كده قاعد على الكورساين يزي نعويلي تشير عند سنة قديمة عشر سنينة هو طهره بقى متنين ليه كده ما هو الفرتبري يا جماعة اللي بيعدلها يعني العضلات اللي حواليك الفرتبري اللي بيعدلها المصلز اللي حواليها فلما العضلات ده تبقى عنده سكل يوزس او حتى يجينه كيفوزس وفعلا فوق سنة عشر سنين بقى ونعويلي تشير على الكورسي قال له واحد تانية تقول لي ده فتر ان هو واحد طب وبعدين بعد شوية حتى تيجي تشوف عضلات الانين تلاقيها صعب بص ان الطفل ده لو عايزين يروح تانية مش عارف يرفع ايده بص كده لان العضلات مفيش اتكلم لكم البروكسيما المصلز افكتت جدا يا دوب رفع ايده مرة تانية مش قادر خلاص بقول لان اتعابد بعضهم تخنوا بعضهم نفيعوا حد في اخر الشرح هيقول لي ايه بعضهم تخنوا بعضهم نفيع طبعا في الاخر بيجي لهم سكوليوزس جامد جدا 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 واحيانا كيفوزس لكن انا قلقان جدا على العضلات بتاعة الاسبيراتوي مصلز لانها هتضعف وغالبا بعد سنة خمستاشر سنة تبقى حتى عضلات التنفس محتاجة المساعدة عشان نتنفس وعضلات الظهر هتحتاج الاحزمة اللي انا شرحت لكم عليها واللي حتى ضهري كمان هيسقط واحيانا نثبت العمود الفقر كله ببعضه بعملية وكان دي حاجة مباجرسة بقاوي نحن نحن نحط نيل المسيخ حديد عن عمود الفقر قف الحاجة الخالص بقى هتلاقي عضلات التنفس المساعدة وهنحتاج هنحتاج هنحتاج يا اما سي باب معاه في البيت على طول ده جهاز بيساعد التنفس انه المساعدة هينموت على سين وعشرين سنة من كل ده بس هنحتاج تعالا بينا نبص ونقرح نلاقي نفس الكلام اللي شرحته في الفيديو هو اللي مبتوب اقرأ معايا اقرأ معايا هستوري الانصر خمس سنين معايا طفلي ملخي ماشي ميركزين مع بعض مش عارف يطلع السلم دي اول حاجة بنلاحظها عليها وفيه وفيه من ناحية انزل على هتلاقي بعض العضلات فيها ايه بالنظر؟ سودو هايبرتوفي بعض العضلات فيها هايبرتوفي تعالي بقى نكشف علي كل حتة في جسمه اول حاجة عضلات البلبس هتلاقي عنده وادلينجيت شفتوها؟ وهتلاقي عنده حاجة اسمها واريتكو احلى بوزتف جاورسين في التاريخ زي انسان بيتسلم 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 على ركلين عشان يعرف يقف وفيه في الشلده واريتكو الطفل اللي رفع ايده مرة ماعرفش يرفعها التانية فتا صعب جدا ان يسرع شعر لان التسريح الشعر محتاج ان ترفع ايده كاربع خمس مرات وبالتالي الطفل اللي هيبقى عنده مشكلتين يبقى مشكلتين في الحوت وادلينجيت بيترقص في نفس الوقت عنده ايه؟ واتنين مش عارف يسرع شعره وما يعرفش يرفع ايده فقراسه الكتير ويتنس وهيبوتونيا في الترنك لو بصيت على ظهر العيال تلاقي منظر جريب جدا يعني ممكن تلاقي الاسكابولة طالعة من ظهرهم ايوها العضلات اللي حوالها التكلة انتوا عفين الاسكابولة بتاعتنا مت ثبتة في ظهرنا مت ثبتة في ظهرنا مت ثبتة في ظهرنا مشكلت وبالتاني هلاقي وين جنج اكاين اسكابولة بقت جناعي من كتر المشاة اللي مشتها على رجلي هلاقي كمان انه للأسف بقى عندي بيتس كيروس يعني بقت رجلي من هنا ممكن يعني كون كيف جدا جدا لكن اعايز على السؤال ليه لوالك ده بقى عامل كده انو شفتوهم كان ماشيين كده صح كان ماشي عامل كده وعمل لي من هنا لوردوزس زيادة هدعي هو السؤال تاني هو ليه صواجعنا قدام مش ورق صواجع رجلينا ليه بيبص قدام عشان احنا توقلنا القدام فربنا خلى رجلينا قدامنا تمنعنا ان احنا نوقع قدامنا بس انا محتاج رجليه دي ماسكة في عضلات جامدة عشان ما اقعشوا قدامنا الولد ده عضلاته ايه فبيحس ان هو هيقع لقدام وعضلاته ضعيف في الامره من نفس الولد ده فده حاجة اسمها بودي بالانس فبيقعو عامل لوردوزس وبطنه ضعيفة مطالعة لقدام اكتر فتلاقي بلوترودد ابدومن ولمبر لوردوزس بتلاقي مش عامل كده زي ما شفته في الفيديو مش عامل كده وده اكتب عليه كده بيعمل بادي بالانس عفكرة الديستروفين مهمة العضلات للقلب ومهمة للمخ فهتقى للقلب كمان مجهد لأنه بدخله كالسين كتير وهتلاقي كمان العيال مينش هسكيها بودي لا رفليكس ايه ده بمزاله اه ده هو حاس ان هو يقع يقوم راجع نفسه كده ويمش كده سموها والوردوزس اقلقت الزكاة اقلقت الزكاة الديستروفين وجده في الخلايا المخ مهم جدا للانفكسوف كالسين في الخلايا المخ ومهم للانفكسوف كالسين في الهارد ايه بقى اللي جامل البيسكيبوس والسكوليوزس يلمص البيسكيبوس البيسكيبوس ان رجلين تبقى عاملة تبقى كونتير عكس الفلادفود والسكوليوزس واحد قال لي ايه يا دكتور معنا كده ان الديستروفين موجود في العض يبني لأ ده عشان العضلات بتاعتنا انشلت فمع الوقت حصلينا بسكيبوس ومع الوقت حصلينا سكوليوزس ويجي هنا السؤال المهم هو العيالة ايه ممكن احنا نعمل لها ونعرف من وهي صغيرة انه انا دكتور اخويا عنده دوشين خليفت عين ايه فاعرف ان هيجيله دوشين وهو عنده ست شهور اه سين سبيرس عمليلو كرياتينين فوسفوكينيز سي بي كين وده انزاين بيطلع من العضلات لما تموت هلاقي الانزاين ده عالي جدا هنتيععرف عالي كم النورمال اللي غيرت مين وخمسين هتليه ألفين ثلاث تلاف عشر تلاف يعني معظم دول العالم بتعرف احنا فرحلين بالثيورات العالم كله بيشخص كل حاجة فرحلين بالثيورات بس لكن ده في كل دول العالم اقولوك على خبر من فجأة ولا اخ ولا حاجة ايه كارير ولا مش كارير اعمل لأس بكين اطلع ابو افزة مور هو مش هبقى كثير عالي قوي بسبب ابو افزة عمره مئة وخمسين ايه مئة وتمانين متين ثلاث مئة ابو افزة نورمال اعرف انها كارير معنى كده ان الكارير عنده لانه الانزيم العالي معنى ان العضلات مش نورمال بس عمر ما هيجيلها اعراض في حياتها عضلاتها هتعيش عادي بس عندها سنة في السي بي كي بيكتب الملحوظة دي على جنب سي بي كي ازاي تعرف قطبك سليم او لا اوعد الدخس مارك الاليفيجن ايفن اد بيرس بيستعمل في سكيلينج اكتب كده اكتز اليفيتد انها كارير في مين زمان كنا بنعمل باصي و بايوبسي نلاقي العضلة فيها فان دلوقت بقنا ما بنعملش بايوبسي بنرسم العضلة نعرف ان داده شين هو هو بس البيوبسي كانت بتورينا سنواتها لكن دلوقت الامجي بيشخص منه والاحدث والاحدث نعمل لان ده مرض واي مرض نعمل له جيني سطادي بحطها كلمة و خلاص مفيش علاجة اخرى حد يقولي العيادي كانت محطوطة في مكان الفيزيو سيربي صح كان مكان مرياضي صح وبنديهم اكل ولما نجيلهم لو جالوا نحطه على سي باب سي باب ده جهاز عشان نعرف نتنفس بسهولة شوية بس في الاخرى هيموته طب ولو ظهره باز وحط له ايه مش كده ولا ايه وبالليل بدل ما رجله عاملة كده مش عملنا فيزيو سيرابي وبوزيو سيرابي خط حطه على في كورتزون ليه في كورتزون عشان المسل زي ما تموتش من الكالسيو مش الكالسيو بيخش العضلة ادي كورتزون يهدي جاب نتيجة ولا ما جابش التخان اللي قدامك وروفيعين دول ايه الفرق بينهم منهم كانوا بياخدوا عليك الكورتزون ومنهم ما كانوش بياخدوا عليك واللي اتنين كنتروفيرسل وما حدش قال ان الكورتزون بيجي نتيجة تحت التجربة بقالوا عشرين سنة فبعد اذنك ما كتوب كورتزون عشان تقلل تحسن يعني تبريزير في العضلات يعني بتمنع المسل ولا حاجة اكتب كده يعني اهم كلمة تقول هالجا بالكورتزون الفيديو اللي قدامكم كان في عائلين تخان وعائلين رفيعين دول واخدين كورتزون هيموتوا اتخان ودول هيموتوا رفيعين انا شايف ان الوزن الزيادة مشكلة حمل جامد على العضلات ومش قادل يتحرك والواجد التاني كان بيرفع ايده كده الرفيع رفع ايده كده والتاني عمل كده مرة فهو هتصدق ان الكورتزون هيجيب نتيجة هم ان الكورتزون على سن 10 سنين دا اللي حصل اكتبوا كده بون حسين مش دا اللي امشوفتو في الفيديو وعلى سن خمستاشر لخمسة عشرين سنة بيموت بالرسبيراتوري انفكشن او رسبيراتوري فيلير مكتوب هارت فيلير اكتب رير بس حد شاطر يقول ليه هارت فيلير رير عشان مواصلة يكونوا بنتيها وهو هيجيله كاردي مواجهي ليه ما يجيلوش هارت فيلير عشان هو بيد ريدن اسلمولي اكتب كده هارت فيلير يعني غالبا بيموت بالشيست انفكشن مش بهارت فيلير مكتوب تحت هارت فيلير اخر ساطر اخر ساطر هارت فيلير ازريل صح كده؟ لا هي مش بتبريميت الكالسيم هي بتخلي العضلة افشي لها كالسيم بس محصلهاش دامج بتقلل الانفليميشن اوصى مصر راشت معالية الصفحة الكالسيم مش بيعمل انفليميشن الكالسيم بيعمل نور ميتابوليزم في العضلة سلايدين بكاتين وفرمايوسن وبعدين العضلة يحصل اكيمليشن في ميتابولايتس وبعدين يحصل دامج للمنبرين تيجي الفابرونيكس هستا كلها وتعمل مكانها دامج مش عليك؟ كل واحد يطلع ورقة او هوزع عليك ورقة عشان انتحان اه اه ايه زين انتحان بعملت يجي حادي خبط على الكريم يا كما بسرعة حادي يجيب لنا كريم بسرعة يا كما اقولوا جيب ورقة يلا شباب بسرعة ربنا اكرمكم اكتشاك ا ley yalkan ا inventات مواك اتشارك ، نبي ترجمة نانسي قنقر